السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبنائي درسنا اليوم عن المحافظة على صلاة الجماعة فهيا نبدأ نعلم جميعاً أن المسلمين يحرصون على صلاة الجماعة ويؤدونها في المساجد التي جعلها الله تعالى مكاناً لتجمع المسلمين وللعبادة وقد يؤدونها في البيت أيضاً وذلك لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال عن صلاة الجماعة في حديث شريف رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والآن يا أحبابي هيا نتعرف على راوي الحديث الشريف ثم نتعرف سوياً على معاني الكلمات الهامة التي جاءت في الحديث الشريف راوي الحديث اسمه عبد الله بن عمر بن الخطاب ويروى عن فضله أنه صحابي جليل وهو من علماء الصحابة الكرام رضي الله عنهم أسلم صغيراً وكان كثيراً لاقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم والآن ماذا علينا أن نفعل يا أحبابي؟ أحسنتم أنتم مجتهدون علينا أن نتعرف على الكلمات والتراكيب الهامة التي جاءت في الحديث الشريف وهي صلاة الجماعة أي أن يصلي المسلم مع غيره من المسلمين في أي مكان طاهر تصح الصلاة فيه منفرداً كذلك من التراكيب الهامة التي جاءت في الحديث الشريف يا أحبابي تفضل أي تزيد في الأجر والثواب صلاة الفذ أي صلاة المسلم وحده رائع يا أحباب المجتهدين ومعنى الحديث الشريف أنه يجب على المسلمين أن يحرصوا على صلاة الجماعة لأن لها أجراً عظيماً فقد فضلها الله تعالى على صلاة المسلم منفرداً بسبع وعشرين درجة كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فلو افترضنا يا أبنائي أن أحمد قد صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء منفرداً وصلى عمر الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في جماعة سنجد أن أحمد قد نال في نهاية يومه خمس درجات فقط في اليوم الواحد على صلاته أما عمر فقد نال مائة وخمس وثلاثين درجة في اليوم الواحد على صلاته أليس هذا شيء عظيم؟ أن يجد المسلم يوم القيامة في ميزانه درجات كثيرة بسبب صلاته نعم هذا أمر حسن فاللهم ارزقنا صلاة الجماعة دوماً وارزقنا أجرها كاملاً يا كريم حي على الصلاة والآن يا أبنائي من يستطيع إخباري ما هو أقل عدد تحصل به صلاة الجماعة؟ أحسنتم يا أبنائي يكفي مع الإمام شخص واحد فأكثر حتى تكون تلك الصلاة صلاة جماعة صحيحة وصلاة الجماعة يا أحبابي تصح في أي مكان؟ في البيت؟ أو في مكان العمل؟ أو في أي مكان تصح الصلاة فيه منفرداً؟ ولكنها في المسجد يكون لها أعظم أجر لأن الله تعالى يرفع المصل درجة على كل خطوة يخطوها إلى المسجد ويحط عنه خطيئة كذلك الملائكة تدعو لمن حضر الصلاة في المسجد بالرحمة والمغفرة والآن يا أحبابي من يستطيع إخباري؟ ما هو ترتيب المصلين في صلاة الجماعة؟ رائع يا أحبابي يقف الإمام أولاً ثم خلفه الرجال والأولاد في الصف الأول ثم النساء خلفهم في الصف الثاني ويجب أن يتم تسوية الصفوف ومتابعة الإمام وعدم سبقه بأي شيء من أعمال الصلاة والآن أيها الأذكياء من منكم يستطيع إخباري عن آداب صلاة الجماعة؟ أحسنتم أنتم رائعون ومجتهدون من آداب صلاة الجماعة التزام الأدب والهدوء وعدم إيذاء المصلين والحرص على الوصول والصلاة في الصف الأول وذلك بالوصول باكراً لصلاة الجماعة وليس بمزاحمة المصلين ومدايقتهم في حال مجيئه متأخراً كذلك من آداب صلاة الجماعة أيضاً تجنب الإسراع في الطريق أو في المسجد للحاق بالجماعة فهذا ما أمرنا به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه حينما قال صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك من آداب صلاة الجماعة يا أحبابي تجنب السير بين صفوف المصلين بين يدي الله تعالى فلا يجب أن نمر بين المصلي وموضع سجوده حيّعنا الصلاة وختاماً يا أحبابي نكون قد تعلمنا اليوم حديثاً شريفاً عن فضل صلاة الجماعة والذي ذكر فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة تزيد عن صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة في الأجر والثواب وتعلمنا أيضاً أن راوي حديث فضل صلاة الجماعة هو صحابي جليل من علماء الصحابة واسمه هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وتعرفنا أيضاً على أن من آداب صلاة الجماعة الهدوء والسكينة أثناء الذهاب إلى المسجد وفي المسجد أيضاً بعدم إزعاج المصلين الحرص على الوصول باكراً إلى المسجد للصلاة في الصف الأول تجنب السير بين صفوف المصلين والحذر من المرور بين المصلي وموضع سجوده